سويت الصوت غلط علشان تسمع شيء انت تبقى تصلحه معادلة شوية معقدة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من جديد معكم أخوكم علي الزاير في حلقة جديدة من حلقات القناة السوالف هندسة وسوالف هندسة مثل ما تعودنا هي نقطة جدلية بين فكرتين أنا ما راح أكون لهذا الصف ولا لهذا الصف فأنا فكرتي اليوم هي عن السويب افكت انصح التعبير أو العملية اللي انت ممكن تروح للفريكوانسي وتعمل الشغلة هذي وترفع الفريكوانسي وبعدين تبحث عن ريزنانس يسموه عموما أنا كل هذه الأشياء بتكلم عنها راح أتناولها بأكثر من جانب أول شيء بالنسبة إلى هذه الفكرة شنه معنى الريزنانس الريزنانس هذي شغلة ممكن تشوفها في الانسترومنتات تلاحظ في شغلة اسمه في فلتر وفي ريزنانس وهذا جاء الفكرة انه انت في نقطة من مناطق الفريكوانسي تبقى توضح صوتها بشكل خلنا اقولك مؤذي للإذن لكن هما في عالم الساوند ديزاين يحتاجون إلى فكرة الريزنانس وهي هناك شغلها ممتاز جدا لكن في فكرتنا فكرة السويب انت تبحث عن الريزنانس هذا علشان تخفضه لاني يكون طاغي في الصوت وهو ان الصوت الفريكوانسي اللي حاد اللي نشاز او شاب عن بقية الفريكوانسيات في المجال حقه فاللي يروح يبحث عن هذا الريزنانس يعمل هذي فكرة السويب ويصيده الريزنانس وينزل الريزنانس هذا الريزنانس اللي اقصده واللي هو فعلا احنا نبحث عنه في فكرة هذا السويب فلترين صح التعبير طبعا بما ان الفكرة هذي واضحة والكثير يمارسها ففي بلاجينزات متخصصة في حال هذي الشغلات ومن البلاجينزات هذي بلاجينز اسمه سوث السوث هذا هو خلنا نسمي اوتوماتيك دايناميك اكولايزر فكرة هني يبحث لك عن الريزنانس هذي وينزلهم بشكل ريال تايم انا فقط ابقى اعلمك ان ترى فيه برامج تحل هذي المشكلة لكن احنا بنتكلم عن انت كممارسة وبرضو في برامج اعتقد يسموها سبكترا او سبكترام انا لايزر وحاجة زي كده اليهم اسم مش دايناميك اكولايزر ومش اكولايزر هما تشوفه بشكل ريال تايم يشوف لك الفروكوانسي انا لايزر كده ويحاول ان نزلك هذي الاشياء ممكن تكون هذي البلاجينزات جدا مناسبة الى الصوت طيب السؤال يا ابريضة الان ليش تبغى تتكلم عن هذي ليش انا بغى تكلم عنه لانه بشكل كبير جدا ان اصبحوا المهندسين يمارسوها بما يسمى عملية تنظيف الصوت يعني يجيك للفوكل ويسمع الاماكن اللي فيها هذا ويعمل هذه الزاوية الحادة ونزلها باستخدام الفريكوانسي بعضهم يقول لك انا عوضا ان انا استخدم الفريكوانسي خلينا استخدم الى نفس الغرض ويسويها ونذكر شباب في هذي الفكرة الدي ايسر و الدي ايسر اساسا قاعد يسوي هذي الشغلة لكن هو يروح يبحث عن حروف السين وهذي المجال حقي يعني عند الثمانية الاف وكده لكن الرزيناس اللي انت تبحث عنه ممكن يكون في اي مكان ممكن يكون في الهندرد ممكن يكون في الهندرد ممكن يكون في توتوينتي هيرز ممكن الفين ومائتين وهكذا فانت تبحث عنه ففكرة يعني يجيك المهندس يفتح هذا الفريكوانسي ويرفح هكذا ويروح يصيلها وبعدين ينزلها هنا هذي الطريقة طبعا يقول لك اللي يستخدمها مقتنع تماما انه نظف الصوت واللي ما يستخدمها يقول لك انا ما احتاج اني العب فشنو هذي يسوي وشنو هذي يسوي اللي يسوي هذي الشغلة فهو معرضي لاني يجاوب على هذي الاسئلة هل انت تسمع بسماعات صحيحة هل انت اللي سمعت هذا فعلا واقع في حقيقة الصوت هذا الشخص اللي قاعد يستخدم نسويب اه فلتر مفروض اني يجاوب على هذي الاسئلة النقطة الثانية اللي ما يستخدمها هو محافظ على نفسه في مسألة انه ترى انا ما اعرف اأمل لي اني ما استخدم هذي الفكرة لكن هذا اللي نفذ العملية يقول لك انا بالنتيجة لما اطفي واشغل بعد عملية التنظيف انا اسمع الصوت نظيف وبعدين لما يروح في الميكس والماستر وكذا بقناته طبعا انه العمل صار نظيف فهنا يجيك هذا مقتنع تماما ان الفكرة نفعته اما الطرف الثاني فاللي ما يستخدمها عنده حلول ثانية ربما يقول لك انا داخل عملية الميكساج عندي اصوات واجد قاعدة تدخل وتغطي على فكرة ان هذا الصوت ممكن يقول لك فعلا ان انت اللي تعتقد انه نظيف انا ما اشوف هذا وصف انا اشوف هذا من مكونات الصوت فعلشان انا اوضح غالبا يعني مثلا اللي اه يعمل فكرة لسويب يروح لمنطقة المائتين مثلا منطقة البومية هذي وينقصه فهو اذا نقصه بهذه الطريقة طريقة لسويب فهو نقصه بالفركوانسي الى كل الصوت هل الصوت هذا فعلا يحتاج لانه انا اطفف كل الحروف في كل الكلمات فاللي ما يستخدم فكرة لسويب يقول لك انت اذا بتستخدم هذي الفكرة فانت يعني شفت من حقيقة الصوت فيقول لك خلاص انا ما بستخدم انا بستخدم ونفس الشي لما تستخدم فانت تقول لك دايما تتحرك في هذا الصوت بعض الحروف يعني انا اسأل المثال الحروف هذي بعض الاحيان تحتاج لانه هذا موجود عشان يبين الطق بنظافته والحاق متقطع الفينوميتين ايه يتبين بنظافته فانت دي رحت عملت ليها بطريقة هذي وانت عمل لسير فلاحظ قاعد يدخل في حالة من اه التفاصيل الزايدة اللي هذك مؤمن نفسه عليها الان وضحت لك بشكل كبير الفكرة هذي كيف قاعد يمارسه الشخص اللي يعملها نجي الان برضو نتكلم عن انت الاثر اللي بتسوي خليني ارجع لفكرة لسويب لفكرة لسويب لك انت لما ترفع الناج هادة وتعمل الصول وتبحث عن فانت معنات ان كل المجالات طفيت هادة مجال اللو والهاي واللوميت وهذه الاشياء وانت مثلا في مجال الهاي وقاعد تمشي فتخيل اذنك قاعدة تتحرك في هذا المجال معنات انت كمستمع بغض النظر عن مسألة ان هل انت المنطقة معالجة صحة ولا انت كمستمع نزلت بشكل كبير من الباور اللي جاينك من السماعة اذا كنت انت قاعد تسمع كلان المونيتر السبيكا الباور كله نزل فطاقة الصوت نزلت فهل انت اللي واصل لادونك هذا فعلا حقيقة موجودة في الصوت خلنا وضح نقطة شباب اذا انت ما تسمع المجال كامل فطبيعة الاذن انه تغير مباشرة معادلتها الاستماعية فاللي قاعد تسمع انت اساسا كمهندس انجينير خطأ تماما مقارنة باللي انت تسمعه في الفول رينج في الحالة هادي انت سمعت في في حقيقة مستحيلة عند السامع العادي مستحيل السامع العادي بيسمع في هذا الليفل يعني انت لما تروح مثلا اه ستة ديبي وانت عامل لسويب فهل السامع الواقعي الطبيعي بيسمع الصوت هذا فعند هذا المستوى لا انت تقول انا ابغى اصيدة يا بريضة مو انت اساسا رفعت علشان تقول تبغى تصيدة لا انت سويت الصوت غلط علشان تسمع شيء انت تبغى تصلحه معادلة شوية معقدة في ممارسات تانية واللي هي الحروف يعني كل منطقة انت تسمعها وكأنها حاف يعني على سبيل المثال اه منطقة الاربع تالف اه كأن مثلا حرف اه منطقة الالفين مثلا المئتين مثلا يعني تنسمع بهذه الطريقة لو انت مثلا جايب بنك نويز وتروح ترفع في كل منطقة راح تشوف كأن حرف جاك بهذا الطبيعة اي اي او فاو انت تسمع عوضا انك انت تروح ترفع لسويب هذي هل انت قعد تسمع هذا او اوكي يعني انا في دي المنطقة فتروح تعمل اللي هو النوج الى هذي المنطقة هذا اللي ما يستخدم فكرة لسويب هيروح لك يستخدم مثل هذي الافكار يقول لك انا الصوت عندي هذا هو هذا بدون ما اه يعني اودي الصوت الى مرحلة غلط سماعيا علشان اصلح سماكت منه شوي انا قعد اسمع وطبعا هذي تحتاج لممارسة واشياء كثيرة علشان انت فعلا تتأكد ان اللي قعد تسمعها في كل الاحوال شباب اذا انت واثق تماما اللي حقيقة اللي تسمعها هو اللي واصل اليك الممارسة كثير مثل هذي بتكون صحيحة وبتكون غلط اذا كنت مثلا ما عندك ما باكني مع هذا الطرف ما باكن مع هذا الطرف اقول لك دائما اعمل بالاسلم اعمل بالاسلم كلمنا عن مسألة خطورة تغيير مستوى الصوت وخطورة الاستماع بشكل الصولو انت لما تروح لالبلاكيز وتعمل الصولو للمنطقة هذا اللي انا قصده فهل فكرة لسويب تطبيقه هذي فعلا مفيدة الى الشغل انا انا شرحت لك لما تكون انت ما عندك استماع نظيف وما انت واثق في الاستماع النظيف فما رح تفيدك هذه الفكرة انا ما ابقى عقد لكم المسائل يا شباب لكن حذر احذر مو اي فكرة تسمحها من هذا ولا هذي تقول اوه خلاص هذي اللي بتصنع لي الاعجاب هذي اللي بتجيب للأعمال الاحترافية والمكس النطيف والمدري ايش يعني انا على المستوى الشخصي كل هذي الافكار استخدمتها وبالنتيجة ما رجحت فكرة على فكرة فانا غراضي من المفتح هذا شباب ان انت شوف الافكار المطروحة هذي هل فعلا استخدامها الى اثر قوي على العمل او عدم استخدامها الى برضو مسار جميل يوديني الى العمل لابد انك انت تعرف الفكرة علشان تقرر استخدامها عموما شباب وعلشان اوضح لك الافكار انت اذا استخدمتها فاستخدمها بطريقة تكون امنة على اذنك بدون ما تسبل لك مشوكل في الاستماع واذا ما استخدمتها فبرضو شوف لك طريقة زي ما قلت لك كل منطقة في الفريقونسي تعبر عن حرف اللي شرحتم حاول تدرب على هذا الشيء علشان تقدر يعني هما اه كثيرا انا اشوف من المهندسين اللي ما يستخدمون فكرة السويب يعني الجانب اللي مو مقتنع فكرة السويب يقول لك انا اسمع العمل على مستوى مش حتى على مستوى وبعدين يروح يسمع وشوف المناطق اللي هو يعرفها دائما عنده في كل استيديو الى مناطق خاصة فيه مثلا منطقة ال الفين ومائتين يروح الى الحروف اللي هو يعرف منها الحارة هل هنا في شيء طاغي على اللفل هذا فيروح ينزل اما بدايناميك اكيو او بفريقونسي يروح ينزل بشكل بسيط والتطبيق هذا يمارس على بقية الاماكن مثل ال الفين و المائتين و عشرين مثلا ثلاثمية و خمسة و سبعين يعني انا بالنسبة لي هذي الاماكن اللي امارسة منطقة الثمانية اه لا منطقة اللي يدي تنزلها تقول اوه انا نظفت الصور عموما شباب هذي الحلقة غرض يمنهى لك انت تكون واعي لخطورة الامر هذا في استخدامه والمبالغة في استخدامه والطرق اللي انت ممكن اذا استخدمت بها تكون امنة هذي كل شيء نصر بانقطع اليوم احياتي اليكم السلام عليكم و احمد الله تعالى و بارك